إلى قطب مكافحة الإرهاب مرة أخرى مجموعة جديدة من الاستنتاقات للمتهمين الذين تجاوز عددهم الثمانمائة إقافة لكوادر أمنية والإبقاء على أغلب المتهمين بحالة سراحة الملف يتشعب أكثر ولسان الدفاع عن المتهمين يسر على أنه سياسي ملف لم يحوي قراء قانونية وقعية دالة على ارتكاب هؤلاء الفعل برغم أن سلطة التتبع تقريبا كانت مسيطرة على المرافق الأمنية والمرافق الإدارية وفتحتها جميع الخزائن ومع ذلك فلا نكاد نظر بدليل يقطع بوجود هذا المؤسسة المسمى التسفير البحث في جرائم التسفير تزامن مع إعادة إثارة ملف الجمعيات المشبوهة حركة النهضة على خط الشبهة مجددا وهذه المرة في شخص أمينها العام الأسبق رئيس الحكومة الأسبق حماد جبالي الذي تم تأجيل استنتاقه في قضية جمعية نمأ تونس حتى إحضار أوراقه الثبوتية أنا الآن بطاقة التعريفة محجوزة ومعديزة والصفر لأن البطاقة فيها رئيس حكومة أسبق ورغم أن الملف يتمحور حول مكافحات الإرهاب قانونياً وقضائياً إلا أن استطباعاته ستكون سياسية بالأساس سيكون هناك طي لملف كل التجاوزات القانونية والأمنية والسياسية التي جارت في العشرة يصدر قضية ليست قضية تصفية حسابات شخصية بقدر ما هي قضية لها علاقة بحقوق تونسيين قتلوا شردوا تم إرسالهم إلى بؤر التوتر تم بيعهم في مزادات بأثمان بخصة من أجل أن يكون هناك تمرير المشروع الإخواني بتدمير المنطقة ومع إنهاء الاستماعي ركفت المتدخلين في قضية التسفير سيصدر قطب مكافحة الإرهاب أحكامه في واحدة من أخطر القضايا التي عرفتها تونس مع تقدم سير الأبحاث وسنطق عشرات المتهمين في قضية التسفير إلى بؤر التوتر تفتح هذه القضية الباب على قضايا أخرى في علاقة بالجمعيات المشبوهة وتمويل الإرهاب والاغتيالات السياسية إبان حكم ترويكا بقيادة النهضة أوليد عبدالله العربية تونس